لما يجب أن نعترف بأن هذا مشكلة ويجب أيضا أن نؤكد بأن هذه الحكومة هذه راح هذه الآن سنتين وهي تواجه هذه المشكلة لأنه للأسف سنتين والتساقطة المطارية على الأقل ما كانتش المتوسط بالإضافة إلى أنه هناك عجز مسجل في السنوات الماضية بالإضافة إلى أن هناك تأخر في إنجاز مجموعة من المشاريع لكان المفروض أنها اليوم تكون جاهزة وتكون فيها واحد كمية معينة من المية هذه الحكومة أول شيء قامت به هو أنها أعطت إمكانية مالية كبيرة جدا لمعالجة المشكلات اللي طرحات في مجموعة من الأحواض كي بقى المشروع الكبير واللي أيضا مشروع من المشاريع الكبيرة جدا اللي كنا كنا نحلموا بها وكنتتكلموا عليها وما كنا نطلقوا عليها لطرود دولو طريق السيار للماء اليوم نشتغل على ورش كبير غير يجي لما منسبه إلى الحوض دي الأبير قرق الكلفة دي الأستاذ المليار دي الدرهم نهاية الأشغال إن شاء الله متوقع أنها تكون قبل من أكتوبر متعاقد على أنها توجد في أكتوبر الهدف هو أنه هذه المنطقة دي الحوض أبير قرق مع در البيضاء أنه يتم يعني تقديم أو نواجه الحاجيات المائية اللي مطلوبة في هذه القطبين هناك عمل كبير على مستوى المحطة دي التحلية هناك جزء كبير في شاركة مع المكتب الشريف للفصفات يقوم بعمل كبير هناك وحدات لخلال أيام إن شاء الله دي التحلية سوف يتم تبدأ في الاشتغال الجديدة المنطقة دي الأسفي مناطق وحدة أخرى اللي كتشتغل عليها الحكومة هناك عمل كبير وإمكانية مالية كبيرة جدا للتعطاة في المجال دي الربط دي الأحواض لأن هناك أحواض فيها عجز هناك أحواض نسبيا فيها واحد المتوفر اللي هو يعني مقدار هذا شيء كله كتقوم به الحكومة باش تواجه هذه الحاجيات المسجلة على مستوى المناطق يكفي أنني نتكلم على الأرقام اللي تعملت خاصة على مستوى استكمال مجموعة من المشاريع اللي كانت يعني كانت متأخرة بناء السدود سواء منها الكبرى أو المتوسطة القيام بمجموعة من المنشأة المائية على مستوى جملة من المناطق وطبعا الهدف هو أنه نوفر هذه المادة الحيوية ولكن ليس فقط نوفرها غير للشرب لأنه الانتباه فقط للشرب وعدب الانتباه للفلاحة يقدر إدنا إلى معضلات مرتبطة بالتدخم على مستوى الفلاحة لذلك الحكومة توازن هذا الموضوع بكثير من الانتباه نعطيه لمال الفلاحة لكي توفرنا المنتجات الفلاحية بأسعار معقولة وفي نفس الوقت ما نحرموش لمدن ميناء والعالم القراوي طبعا ميناء المائي الصالحي للشرب لا تنسى للشراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيس بريس ترجمة نانسي قنقر